ما الاتصال اللغوي؟ هذا موضوع مهم من الموضوعات التي يجب أن يكون معلم اللغة العربية على وعي به دعونا نبدأ أولا بالتوقف أمام تعريف الاتصال اللغة الاتصال اللغوي يشير إلى عملية نقل المعرفة من شخص إلى آخر حتى يتم التفاهم بينهما كلمة المعرفة تشمل الحقائق المعلومات البيانات الأفكار المشاعر إذن فالاتصال هو عملية نقل تهدف إلى تحقيق درجة من درجات التفاهم بين القائمين بعملية الاتصال ولذلك فهناك خصائص تميز مواقف الاتصال اللغوي ما أهم خصائص الاتصال اللغوي؟ الخاصية الأولى الديناميكية فالاتصال اللغوي عملية متغيرة متحركة وليست ثابتة وهي تخضع لمؤثرات مختلفة أهمها التكامل والتفاعل بين القائمين بها هناك خاصية أخرى وهي التفاعلية ما المقصود بالتفاعلية في موقف الاتصال اللغوي؟ الاتصال اللغوي عملية هادف لا يمكن أن تتم بين طرفين إلا إذا حدث تفاعل بينهما هذا التفاعل يقود في النهاية إلى أنهما يتشاركان في خبرة أو في مهارة أو في مفهوم أو يتفقان على عمل أو يتفاهمان حول سلوك معين أو يوافقان على فكرة محددة أو يتبادلان معلومة معينة إذن التفاعل خاصية تميز أي اتصال اللغوي هناك كذلك الدائرية ما المقصود بالدائرية في الاتصال اللغوي؟ أي عملية اتصال لا بد أن تكون على شكل دائرة لأنه عملية مستمرة بين طرفين إعادة أي عملية اتصال لا بد أن تكون على شكل دائرة لأن الاتصال عملية مستمرة بين طرفين يتكاملان في توصيل الفكرة في تبليغ الفكرة فيما بينهم فأنا وأنت عندما نتصل فإننا بذلك نوجد جوا من الألفة أو جوا من الاتفاق فيما بيننا هذا الجو مع الشخص المشارك معنا في الاتصال هو الذي يجعل المرسل والمستقبل على موجة اتصالية واحدة يتبادلون فيما بينهم رسالة محددة كذلك هناك خاصية التبادلية ما المقصود بالتبادلية؟ هل تستطيع أن تعرف هذه الخاصية في ضوء الكلام السابق؟ يتضح لك أن الاتصال عملية تبادل للأدوار بين المرسل والمستقبل فكل منهما يتبادل الدور مع الآخر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة بينهما فالمرسل يتحول إلى مستقبل المتحدث يتحول إلى مستمع والمستمع يتحول إلى متحدث وهكذا في ضوء هذه الخصائص هل نستطيع أن نحدد شروط الاتصال اللغوي الجيد؟ لا بد أن ندرك أن الاتصال اللغوي الجيد له مجموعة من الشروط الشرط الأول لا بد أن يكون هادفا الاتصال الناجح لا بد أن يكون له هدف الهادفية تشير إلى أننا لا يمكن أن نقوم بعملية اتصال ناجحة إلا إذا كان لها هدف واضح لماذا تتصل؟ إذ إن وضوح الهدف من الاتصال هو شرط لنجاح عملية الاتصال بشكل عام يمكن أن نحدد لعمليات الاتصال الناجحة أهدافا من مثل التأثير في المستمع الرغبة في التأثير في المستمع من خلال خلق حالة وجدانية معينة في قلب المستمع وفي عقله كذلك الرغبة في المشاركة في الخبرة حيث يتشارك المرسل والمستقبل في خبرة واحدة من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بها أيضا الرغبة في الحصول على استجابة فما دام هناك تفاعل ومشاركة في الخبرة بين طرفي عملية الاتصال فلا بد إذن من أن يكون هدف الاتصال هو ماذا؟ هو الحصول على استجابة محددة من كل الطرفين هل هناك فنون للاتصال اللغوي؟ نعم هناك فنون محددة للاتصال اللغوي أشهر هذه الفنون أولا الاتصال الذاتي بين الإنسان ونفسه هو هذا الحوار الداخلي هو العالم الداخلي لكل إنسان هذا الاتصال الذاتي ينعكس في شكل التفكير الداخلي في الحوار الخاص الذي يجريه الإنسان مع ذاته هناك كذلك الاتصال الشخصي الذي يدور بين متحدث واحد ومستمع واحد هو الاتصال الذي يتم بين فردين فقط يتبادلان الأدوار فيما بينهما تحدثا واستماعا هناك أيضا الاتصال الجماعي أو الجماهيري الاتصال الكبير وهو الذي يتم بين متحدث وجمهور عريض وهو نمط الاتصال الذي يتم مثلا في المسجد بين الخطيب والمصلين أو يتم في وسائل الإعلام بين المذيع والمشاهدين أو يتم داخل المدرسة بين المعلم والمتعلمين حيث يكون المرسل واحدا والجماهير كثيرة ومتعددة